السلام عليكم أهلاً أبناء وأبناتي طلاب ضلبة الصفل الخمس الاتدائي إن شاء الله النهاردة هنكلم مع يونة 7B الجزء الثاني من الواحدة السبعة يعني مشروع المعارفة العام شايفين عندنا كم صورة بيتكلموا وشكلهم كده قاعدين بيعملوا إيه يعني فيه كومبيوتر وفيه بيبر كده ورق هنشوف بقى إيه اللي بيحصل يعني إيه لاتس يعني هيا بنا باستخدمها للإقتراح وبييجي بعدها دايماً في المصدر يعني هيا نبدأ في المشروعنا فهي مين اخترع الراديو هو يعني من أداة استفهام بتسأل عن الشخص العاقل اخترع مين اخترع الراديو أعتقد إن الاخترعوا واحد اسمه ماركني ماركني ديد هنا كلمة ديد هنا باختصر بيها إن أنا أكتب قملة كلها بدل مول لا بس بس كلمة ديد تفيد المعنى when was this وين يعني متى متى كان هذا let's search the internet فهي نبحث على الانترنت here this was in 1901 وبيبحث لأهي إيه دا تم اخترعه في سنة 1901 okay find out who invented the television set طائمة تمام find out find out يعني ابحث اكتشف دور كده شوف لنا مين بقى هو يعني من برضو مين اخترع television set اللي هو جهاز التلفزيون فهما بيدوروا بقى لقواين the mechanical television system was invented by john bird in 1920 لقوا إنه the mechanical television system اللي هو نظام التلفز الميكانيكي تم اختراع بواسطة واحد اسمه john bird في سنة كام 1920 فقالت لهم great هاي العظيم what do you know about toomas addison تعرفوا إيه عن toomas addison he was one of the greatest inventors in history كان من أهم من أعظم المخترين في التاريخ he invented the electric bulb the electric light bulb in 1879 اخترع المصبح الكهربي سنة 1879 that's amazing يعني هذا مدهش let's read the vocabulary repeat after me هو اللي عايز يحفظها يقدر يخذ منها سكرينشوت ويحفظها يلا أقول معي television plane telephone radio electric light bulb electricity the internet inventor castle century project mechanical mechanical electric white brothers set exercise system amazing تصرفات الأفعال regular verbs الأفعال المنتظمة اللي بنحولها للماضي بإضافة ed or d repeat after me repeat after me start started started search searched save saved crawl crawled work worked live lived irregular verbs الأفعال الشهزة والغر منتظمة نحفظها زي ما هي no new known find out found out take took taken by boat drive drove driven win one ride road ridden drove drew drawn swim swam swam speak spoke spoken begin began begun suppressions and prepositions عبرات وحروف قرر انذكرها كويس search the internet يعني يبحث على الانترنت know about in the past في الماضي the beginning of on tv حرف القرر مع tv ومع radio ومع الانترنت برضو كلهم بيجي مع محرف القرر on here that's amazing for the first time يعني المرة الأولى work on a project يعمل في مشروع work on on a project اخذ بالي من حروف القرر كويس study the following نذكر الجمل دي كده مع بعض كويس بيقول لنا the right brothers invented the plane من اللي اخترع الطائرة او اول حد يعني يقرب الطيرون the right brothers اللي هم الأخوان right غليمو ماركني invented radio مين الاخترع الرديو غليمو ماركني جون بيرد invented the television مين اخترع التلفزيون التلفزيون جون بيرد توماس اديسون invented the electric light bulb اللي اخترع electric light bulb والمسباح الكهربي اللي اخترع توماس اديسون الي اخترع الكسندر كرهام بيل invented the telephone اللي اخترع التلفزيون الي اخترع الكسندر كرهام بيل نذكر كويس مين الاسمائي المخترعين دول عشان ممكن تجلنا في الاسئلة اسكن انسر who invented the telephone مين اخترع التلفزيون من من يعني ايه يعني هو بتسأل عن الشخص العاقل يبقى ايجابتها تبقى شخص عاقل انسان جرهام بيل ديد العمل ده جرهام بيل what did you do last weekend what يعني ما او ماذا ماذا فعلت استنفيذ ديد عندنا هنا ديد يبقى السؤال في زمن الماضي what did you do last weekend اما جاوب بقى جاوب برضو في زمن الماضي البسيط فقال لهم i bought new toys اشتريت العاب جديدة يبقى السؤال والاجابة لازم يبقى في نفس الزمن الجرامر بتاعنا بيكلم عن past sample كلمة could could معناها ايه could could بتعبر عن الاستطاعة في الماضي اما اقولك انا صغير كنت بعرف اركب دراجة كنت استطيع كنت استطيع بستخدم كلمة اسمها could وفي النجات بتاعها اسمها couldn't في النفي اسمها couldn't وبييجي بعدها infinitive يعني فعل في المصدر he could ride a bike when he was six كان بيعرف يركب درجة عندما كان عمره ست سنوات but he couldn't drive a car لكنه ما كانش بيعرف يسوء سيارة يبقى could نفيها couldn't والاتنين بيجي بعدهم فعل في المصدر yes no question السؤال اللي اجابته yes or no عايز اكون سؤال اقولك هل كنت تستطيع يبقى هبدأ السؤال بالفعل المساعد اي سؤال معناه هل ابدأ بالفعل المساعد طب ايه الفعل المساعد هنا للاستطاع اسمه could could you draw when you were five كنت بتعرف ترسم وانت عندك خمس سنوات اللي اجابة طبعا yes or no بنعكس اول كلمتين yes I could لان you تتحول ل I او لو قلت no اقول no I couldn't كمان كلمة when وان يعني عندما احنا متعودين وان كلمة استفهام معناها متى لو جات في بداية السؤال معناها متى لكن لو جات بتربط بين كمالتين زي ما احنا شايفينها قدامنا هنا كده she couldn't speak when she was one year وان هنا بقى مش معناها متى معناها عندما ما كانتش بتستطيع انها تتكلم لما كان عندها سنة يبقى كلمة هون معناها عندما بتربط بين جملتين في الماضي البسيط I couldn't ماضي بسيط وكمان she was one year دي ماضي بسيط I could swim when I was nine كنت معرفة عوما عندما كان عمري التسع سنوات يبقى هون بعدها جملة في الماضي البسيط ولازم قبلها تبقى ايه اجيب كملة برضو في الماضي I could swim نحل مع بعض كده قلنا طالما عندنا when she was seven ماضي يبقى انا بتكلم في زمن الماضي يبقى اجيب كلمة ايه could ride could وبعدها الفعلة في المصدر وعندت لخبة تقول بقى ده هتكملة في الماضي يبقى could اجيب بعدها road لا طالما عندي could أو couldn't بعدها infinitive يعني مصدر I ride when I was two years old برضو when I was ماضي يبقى كنت استطيع طب كنت استطيع اكتب بقى وانا عندي سنتين ولا لا استطيع لا ما استطيعش يبقى I couldn't write they got a school yesterday yesterday في الماضي ايه اللي في دول بقى ممكن استخدمها في الماضي couldn't تمام he could build a same castle he was on the beach كان قملتين اربط بينهم بايه هنا عندما كان على الشاطئ when he was on the beach we didn't play tennis when we were at the club برضو عندما when you fly a kite when you were five سؤال سؤال عندما كان عندك كما استنوات هل كنت تستطيع يبقى could let's start our الأولاد هنا كان بيقول let's start our ايه our project مشروعنا the mechanical a system was invented by bird bird ده اخترع mechanical a television system التليفزيون the electric زي الواي هنا زيادة اتخذها في الطبعة the electric a is an amazing invention the electric light bulb المسباح الكهربي اسمه كده electric light bulb he usually to school early usually بتدل على زمن المضارع البسيط اخد بالي وفي المضارع البسيط مع he وشي وقت بحط s او es للver بيبقى هقول he usually goes to school early she sometimes a chocolate cake برضو نفس الكلام sometimes يبقى مضارع بسيط مع عشي نحط s يبقى she sometimes makes she some biscuits an hour ago اه هنا بقى كلمة ago ago بتدل على زمن ايه بس simple تنسب ماضي بسيط فين الماضي هنا made they always always يبقى present simple مضارع بسيط مع they احط الفعل بدون اي اضافات يبقى اختار كلمة ايه هنا drive home بكده نكون خلصنا اليوم بتاعتنا وكمان مع نهج شهر ابريل اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وانتظروني في فيديو المراجعة باذن الله thank you goodbye